لا رغم وصول عدد الضحايا خلال 24 ساعة الأخيرة إلى نحو 800 ضحية من الوفيات الذين كانوا في المستشفيات وسجلت وفاتهم في المستشفيات هناك في المقابل إشارات مبشرة بحسب ما أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كيومو هو انخفاض عدد الإصابات الجديدة بصورة دراماتيكية نحن كنا نشهد في الأسبوع الماضي على سبيل المثال زيادات بنحو 20% يوميا هذا اليوم شهدنا فقط زيادة 1% بالأمس كانت زيادة 3% الآن يأمل حاكم ولاية نيويورك ويأمل المسؤولون هنا في تصطيح هذا المنحنى ووقف هذا المسار التصاعدي لعدد الإصابات والوفيات لكن هذا يستوجب الاستمرار في الإجراءات الحازمة التي اتخذتها السلطات هنا وهي الاتزام بالبقاء في المنازل وعدم التجول إلا لحالات الضرورة وحتى عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات الطارئة هذه هي الإشارات المبشرة التي يتحدث عنها أندرو كيومو ولكنه يحذر في الوقت نفسه من أن الإخلال بالإجراءات التي جرى اتخاذها منذ أسابيع يمكن أن يعيد هذه الموجة الجديدة التصاعدية من الإجراءات ولذلك هناك تدابير إضافية تخذت على صعيد مثلا فرض غرامات على الذين لا يلتزمون بالمسافات المحددة وهي مترين تقريبا بين أي شخص وآخر بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى ومنها إغلاق المحال التجارية غير الأساسية والمطاعم والمقاهي وغير ذلك